اشتركوا في القناة الكثيرة ضد الكوادر الطبية التي لا يزال يغص بها العراق منذ سنوات طويلة انتهاكات تفاقمت وتنوعت أشكالها وصورها نفذها في أغلب الحوادث الموثقة أفراد من ذوي متوفين أو جرحى مصابين أو مرضى في المستشفيات وعناصر من الميليشيات المسلحة والعشار الحوادث عزاها الرافضون لها إلى غياب سلطة القانون الذي بات إن وجد في البلاد شكلياً وتنفيذه محصوراً فقط في تمكين أجندات وأهداف شخصية أو حزبية مفوضية حقوق الإنسان في العراق حذرت إثر هذا الاعتداء الذي سبقته بوقت ليس طويلاً اعتداءات مماثلة من تدعيات تواصل الانتهاكات ضد الكوادر الطبية في العراق والتي تعتبر في ظل تفشي فيروس كورونا الخط الدفاعي الأول الحامية للعراقيين من تفشي الوباء وحصده المزيد من الأرواح كذلك حذرت المفوضية من هجرة الأطباء إلى خارج البلاد نتيجة تواصل الانتهاكات لحقوقهم مطالبة بمحاسبة المنتهكين وتطبيق القوانين عليهم نقابة الأطباء طلبت بدورها بمحاسبة المعتدين على الأطباء والكوادر الطبية وتفعيل القوانين محدرة من الفراغ الأمني في الدوائر والمراكز الصحية والمستشفيات الأمر الذي سيقود الأطباء لهجر العراق وسيمضي بالقطاع الصحي في البلاد نحو الهاوية خاصة في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا ومع تسجيل وزارة الصحة في العراق هجرة نحو عشرين ألف طبيب من البلاد خلال السنوات الأخيرة في إحصائية نشرتها في شهر شباط العام الماضي ومع سياسة التهميش التي انتهجتها ولا تزال الحكومات التي تعقبت على العراق بعد عام 2003 نحو الكوادر الطبية وخاصة في ظل تفشي كورونا يمضي مستقبل العراق الطبي نحو مصير مجهول مصير يبدو جليا أنه لن يكون محمودا موسيقى موسيقى